تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية بات في مراحله الأخيرة بحسب الزعيم كيم يونغون الذي أضافها خلال خطاب بث عبر التلفزيون بمناسبة حلول السنة الجديدة أن بيونغ يانج أصبحت قوة نووية وعسكرية لا يمكن لأقوى أعدائها أن ينالوا منها على حد تعبيره وعلقت كوريا الجنوبية على خطاب كيم يونغون بالقول أنه أظهر تصميما على مواصلة الاستفزازات وقال المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الملاحظ أن خطاب كيم يونغون بمناسبة العام الجديد أمس لم يقدم أي رؤية جديدة أما فيما تعلق بالسلاح النووي فقد أظهر كيم أنه مصمم على مواصلة استفزازاته النووية بالإشارة إلى أن بلاده تمثل قوة نووية ويرى محللون أن أعلان الزعيم الكوري الشمالي ربما يكون طريقة لممارسة ضغوط على الولايات المتحدة حتى توقف سياسة العداء المزمنة تجاه بيونغ يونغ